موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحببكم معي في قناة سكينة سوريا كيف ما كتشاهدوا معي اليوم غدي نحضروا طرطة بلابات بغيزي كتجي رائعة جدا وبالفواكه يعني وختشوفوا هاد ديسر رغير حبة حبة من الحاجة والأساسي من هاد وصفة هي لبات بغيزي للعديد العديد ما كتنجحش معهم أنا غدي نعطيهم طريقة ناجحة 100% كيف معوتكم والمقادير ساهلة وبسيطة غشتنجح معهم لبات بغيزي يلا معي نكتشفوا المقادير والمكونات ونبدو على بكت الله ونقولوا بسم الله هادو ما المكونات اللي كنحتاجو لبات بغيزي ديانا اللي كتجي رائعة هشة وناجحة 100% المكونات كيف ما كتشاهدوا معي بساط جدا أولا كنحتاجو جوج كيسان ديال العنبة من الدقيق الفورس يعني نوعية جيدة جوج كيسان وعندي هنا 4 ديال معالق ديال سكر غلاسي كبار 4 ديال معالق كبار وعندي 4 ديال معالق كبار من الزبدة أي نوع ديال الزبدة وعندي حبة بيض بيضة واحدة وجوج معالق كبار من الزيت نباتية بالنسبة للحليب اللي أنا وضعها هنا في الجانب يعني إيه لم تجمعاتش ديال العجينة كنضيف قليل من الحليب على حسب التاحين بعد مرس كيكون كيشرب مرة ما كيشربش كان هناك مكوينات اللاپات بغيزيديانا نحضروا اللاپات بغيزيديانا اللي كدجي ناجحة 100% ناخد البول اللي كان وجد فيه الهاجين نوضع جوج كسان الطحين ديال الفرس جوج كسان ديال العنبة العبرد العنبة وكان وضع ربعات ديال مع الكبار ديال السكر غلاسي وربعات ديال مع الكبار من الزبدة و جوج مع الكبار ديال الزيت نباتية ثم كان جمعه غب وصبوع ديالي ما كان عجنهاش وما كان دلكهاش كان جمعه قبل أصبع ديالي ثم كانضيف البيضة حبة بيضة هي اللاخرة كانخلي البيضة هي آخر حاجة أنا مني كانوضع حبة بيضة كانشوف العجين ديالي وش هو هادك متماسك أو لكانبقي ناشف كانزيدله الحاليب كانبقي خاصه الطحين كانزيدله الطحين يعني العجين كيجي متماسك مشي قاسح ومشي رطب لأنني منين غادي نجمعه غادي نوضعه في كيس بلاستيكي وغنوضعه في تلاجة لمدة نصف ساعة لأنه في الزبدة حتيت جمعليه عاد نبدأ نخدمه بعد ما وضعته نصف ساعة في تلاجة كانخرجه كيكنت مسكليه كيفما كانتشاهده كانوضع وحد الورق ديال المطبخ بابي كويسو على سطح العمل وواحد من الأعلى واللي ما توفرش على هاد بابي كويسو ممكن دير اي كيس بلاستيكي ثم كانتلقع بالمذلك كيفما كانتشاهده وكانجيب السحن ديالي اللي غادي نخدم فيه وكانشد العبار سافي هي هاديك وكلفها في ديالك باش جيني ساهلة باش نطلقها ياركا تكسر واحد شوية ولكن رأى ساهلة مني كانجي نجمعا نخدمها في المول كجي ساهلة اي مول ممكن ديره زجاجي او ديال حديد الاساسي من هاد الوصفه هي طبقه الطريقة ديال البات بغزي ديالنا اللي كجي ناجحة مليون بالمئة ثم كانسخن الفران ديالي رديجا سخنته مني كان وضعها كنقصل الزيرو لمدة ربع ساعة وكاندير واحد تقوب عادي ده بالفغشت او بالكيردون كندخل هالفرن بعد ما كانسخن عندي ونقصله للصفر كتبقى ربع ساعة او اقل شوية هاي ده وجدت معايا كيف ما كتشوفوا كتجي مدهبة ومحمرة والان ده با انا مروا نشوفوا ديسر اللي غن نوجد بها كيف ما كتشوفوا ديسر عندي تفاحة واحدة موزة واحدة حبة افوكا حبة كيوي القليل من الفرولة خوخ مشماش اللي متوفر عندك سيداتي يعني كتحتاجي غي حبة حبة دكشي اللي كي بقى لك في الديسر في الدار ما كيلاشي يعني دي كانحتاجو انا فيما كتبقى لي حبة حبة من ديسر كان نوجد هالطورتة كجي رائعة كان نقدمو كتحلية كيجي كتحلية هالطورتة هادي بعدما كملت قطع ديالو كان ديلو قليل من عصير ليمون باش ما يتاكسد شو ما يكحلش معايا ديسر بدما نوجد كريم باتيسر ديالي كيف ما كتشوفوا كلكم كتعرفوا تحضروا لك كريم باتيسر ولكن غنحضروا قدامكم كانحتاج هنا يعني نصف لتر من الحليب انا دائما كان خلي شوية ديال الحليب باش ندير فيه النواشف عندي هنا ثلاثة ديال معالق كبار ديال كريم باتيسر وعندي ربعة او ثلاثة ديال معالق كبار ديال السكر السكر على حسب يعني ممكن تنقصي ممكن زيدي كيف ما عودكم دائما نواشف كنحرقهم بوحدهم في واحد الزليفة وللكو يسعد كنضيفهم الكاسخون كيف ما كتعرفوا كتعرفوا توجدو كريم باتيسر ولكن قلتعلاش اللا ما نوجداش قدامهم يعني كتكون نرمهيلة مع التحريق ثلاثة دمع القبار ديال كريم باتيسر مع نصف ليتر من الحليب والسكر على حسب الضوء هاي دا وجدات لي مع التحريق المستمر والنر تكون مهيلة كنصبها فوق الابات بغيزي ديالي وكنخليها واحد قلة من خمسة ديالتقايق غي شوية غي بيد ما تبقاش سغونة وعد نحت الديسر مباشرة غي واحد شوية بيد ما يبرد لي غي واحد شوية تخليوش تيعقد غي شوية عاد باش غدي ناخد الفارولة ديالي اللي قطعتها هاد القيطع بالنسبة لي ما توفرتش عنده الفارولة ممكن دير الليمون يدير الخوخ يدير المشماش يعني هدي كتبقى مرحلة ديالت زين يعني كتبقى ليك سيداتي هاد المرحلة زينيها باش مما بغيتي الاساسي كتبقى تلك من هاد الوصفة هي لابات ديالنا اللي كتجي ناجحة جدا اما بنسبة للنوعية ديال ديسر اللي استعملت او طريقة زيني تبقى اختياري وزينيها باللي موجودة عندك سيداتي ركتجي رائعة اما لما نهضر عليها كتجي مقرم لها شيشة يعني قاع الوصفات كيجوا فيها كتجي رائع جدا وناجحة مئة بالمئة كيف ما كتشادي معي عندي حبة كيوي حبة ديالبانان حبة افوكا حبة ديالليمون حبة ديالخوخ حبة من كل حاجة حتى كان نحصل على واحد طرطة كتجي رائعة وكتجي يعني سهلة في تحضير ديالها ما كتكلفش الوقت بزاف وما كتكلفش المصاريف بزاف كيف ما عودكم دائما على الوصفات الاقتصادية عفوا والوصفات سهلين وناجحين مئة بالمئة كيف ما كتشادي معي سيداتي طريقة ديالبزين يعني من الاختراع ديالك هدا القشور ديال الكيوي كلفهم باش نصنع بهم واحد الوريدة في الواسط وكندور هكا الشهدية او الخوخ كنقطعهم كلهم شكل الهيلالي وكندورهم متى تعطيني شكل الوريدة انا رد رشيت عليهم شوية ديال عصير ديال الليمون باش ميت اكسدوش ليالي انا نوجدتهم قطعتهم قبل بيد ما حضرت الكريم باتيسخي ديالنا باش كيكون كل شي عندي واجد في آنين واحد وغنوريكم واحد طريقة ديال باش تحصلو على واحد شكل ديال توفاحة كيجيب حل جناح كيجيب حل جناح ديال ديال العصفور شاهدوا معايا هدي انا كنت غادي نصيبها ونحطوبت الله علش ما نشاركش معاوا مها الطريقة كان بغين نشارك معاكم كل شي المراحل كاملين ما كان نخبي عليكم التحاجة باش جيكم الوصفة كما هي تقدروا تشوفوها الطرطة وتقولو كيفاش ذاك تفاحة اللي كانت محطوطة كيف الصيباتها ما كان بغين نخبي عليكم تحاجة كان ناخد واحدة الربع ديالتفاحة غير بيا ثم كيف ما كتشوفو كان نضرب من هات جيها ونضرب من جيها اخرى حلا غنقسمه ثلت وكان عاود عاود ثانية وحدة اخرى من الوسط كان نحركها غير شوية بالاصبوع ديالي يعني ما كان نضرب الشلخر غير شوية ثم كان عاود نضرب الثانية ثم الثالثة كان نتمنى الصورة تكون واضحة والشرح اوضح حتى كان نحصل على واحد كيجي بحل بحل واحد جنيه واحد ذا بتشوفوه معايا كيجي واحد شكل رائع جدا شكل هندسي هدي كيجي بقى مرحالة تزين لك سيداتي ممكن تستعيني غيب فاكهة واحدة وتعمري بها الطرطة ديالك لما كنتش كتحب دي هاد الانواع دي الفاكهة ممكن ديري فاكهة وحدة متوفرة عندك كيف ما كتش هدي معايا كيجي رائع كننكمل بها تزين ديالي مع انا التوفح ما يمكنش نديرو في هاد طرطة ديالي كيكسدر تغيه هاد جوج حساس ثم كندهنها بقليل من النباج او الكمفيتور باش كتعطيني واحد اللمعة وكاتحافظ الطرطة ديالي الدسيغ دياله كيحافظ على طراوة وعلى اللمعة دياله وكيبحل واحد الغيلاف كيبقى واحد الغيلاف يعني باش كتبقى تلاباتت كيبقى دك الدسيغ في اللون دياله وفي النكه دياله لي ما توفرش عندهن نباج ممكن دي الكمفيتور ثم كاتش هدو كاتجي التورطة ديالنا رائع جدا وما كتطلبش وقت بالساف وما كتطلبش مقوينة بالساف كنتمنى كنتمنى تعجبكم الطرطة ديال اليوم وتجربوها وما تعجزوش عليها واللي عجبو لها فيديو ديال اليوم يدعمنا باللايك ولي ما مشتركش معايا يشترك بش وصلوا دائما الجديد ديال سكينة الصورية وشكرا لكم على المتابعة وبصحة ورحة ودومتم في رعاية الله ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة الصورية اشتركوا في القناة